دلوقتي ناخد إجابات حضراتك وتعليقاتك على سؤال حلقتنا النهاردة بعد ترند الفتة بصلصة ولا من غير انت بتحب تقولها ازاي فيه وليد أحمد أبو حنين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير على أسرة البرنامج وكل سنة وانتوا بقال في صحة وسلامة انا وبنت حنين بنحب الفتة بالصلصة ويا سلام عليها بقى بالصلصة وكل سنة وانتوا طيبين كمان من ضمن التعليقات فيه تامر أبو إيسا بيقول بالصلصة طبعا مجيهان محمد سباح الخير عليكم على كل أسرة البرنامج بكلها بالخل والتوم من صغري وما جربتهاش ولا مرة بالصلصة واعتقد ان الصلصة هتبوز طعمها وهتبقى صنف جديد غير اللي احنا متعودين عليه يعني كل سنة وانتوا طيبين وبصحة وسعادة وعافية وعيد سعيد عليكم لو اتدربيها على فكرة هتلاقي لها طعم مختلف ومش هبووزها ولا حي على هروم بيصبح علينا وبيقول صباح الخير عليكم على كل صباح الخير لكل شغالين في البرنامج في الستوديو كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة الجيم يكون على جبل عرفات اللهم امين صحبة ان شاء الله يسوز علاء بيقول انا بحب الفتة من غير صلصة وكل سنة وانتوا طيبين طيب فيه كمان من ضمن التعليقات احمد ابراهيم بيقول الفتة تتاكل بجميع حالتها اللي هو هيكل فتة يعني هيكل فتة مش هيفرق بقى تقوله بصلصة من غير صلصة مش هيفرق فيه خالد محمد اخر تعليق معنا دلوقتي بيقول انا جاي اسير الجدل واقول لكم ان الفتة ما تنفعش بالصلصة لان الفتة ايه غير خل وتوم ونزود خل المشكلة خل وتوم وصلصة برضو خالد اشتركوا في القناة